السياحة في النجف بين كنوز المعالمي والمقومات وغياب التخطيط عنوان بارز وجده اقتصاديون لوصف واقع السياحة المتراجع في المحافظة الدينية فأكثر من 350 فندقا مهددا بالإغلاق والتسريح يحاصر العاملين لا سيما في الأشهر القليلة الماضية لأسباب شتى من أبرزها آثار جاحت كورونا وضعف الاهتمام الحكومي السياحة تحتضر بسبب عراقيل مؤكدة من قبل القائمين على هذا القطاع عدم رؤية وعدم وجود دراسة استراتيجية للنهوض بهذا القطاع الخاص القطاع المهم الذي أعطى ثلاثة مليارات دولار بنية تحتية ولم يحصل على شيء مئات المليارات يخسرها قطاع السياحة في النجف على عكس ما تنتهجه دول الجوار على الأقل في سياساتها الاقتصادية بحسب متخصصين أجمعوا على أن العشوائية وغياب التخطيط السليم أسهمتا في تراجع هذا القطاع على الرغم مما تتمتع به المحافظة من بيئة ومعالم جاذبة سياحيا يجب أن تسمح أول مكتب السياحة والشركة السياحية هي اللي يجيب السواح من جميع أحال العالم هي اللي تستقطبهم هي اللي يجيبهم هي يسوي لهم فيز ولكن هذا ما موجود كل دول العالم موجودة بالسعودية وفي الأمارات وفي إيران الشركة السياحية هي اللي يجيب الناس هي اللي يجيب السياحة هو مسؤولة عن السواح فإحنا مع الأسف أيام زمان كان الأوروبي يطلب المطارات العراق بلا فيزا وضعوا الفيزا لأنه يجيب الوفد من أمريكا من ألمانيا من أوروبا تشبع ضيم وتشبع مآسي ولازم تفعلها شاوية تحصل على الفيز وراء 13-14 ولموسم خلاص ويعتبر قطاع الفندقة أبرز الخاسرين من ترد الواقع السياحية وهو ما نتج عنه ارتفاع معدلات البطالة بصورة مضاعفة دون حلول تلوح في الأفق وليست فقط قلة الاستفادة من الساحين وراء تراجع هذا القطاع المهم بل يكمن أيضا وفق خبراء إلى ضعف البنى التحتية وغياب الاستراتيجيات والمحفزات للحركة السياحية أيضا من النجف محمد رزاق أتغيير